أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحكي بالسياسي متغيرات متسارعة تعيشها المنطقة والعالم بأسره ويبدو أنها ترسم صورة ومستقبلا جديدا للمنطقة لمنطقة شرق الأوسط ومعها لبنان أما في الداخل اتفاق وقف إطلاق النار يبدو أنه هشا وليس متينا على وقع الخروقات الإسرائيلية التي شهدتها الجبهة في الساعات التي تلت سريان الاتفاق مواضيع كثيرة سنناقشها في حلقة اليوم مع المخرج يوسف الخوري صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح الخير أستاذ يوسف يعني حضرتك من الإخراج ومن ضمن هذا التخصص سؤالي شامل وعام ببداية هذه الحلقة مع حضرتك يعني وصلنا لمرحلة قدرنا نحصر فيها فترة حرب من صح التعبير التي بدأت من 8 أكتوبر وصولا إلى الاتفاق وغض النظر الآن سنبحث عن ماذا تسمى هذا الاتفاق وصولا لبقى هذا الاتفاق هذه السنة وحوالها شهرين أو ثلاثة شهر كيف بتوصفها حضرتك؟ بشو نحن مرقنا؟ لبنان شو بشو مرق؟ شو اللي صار على أراضينا؟ شو الفاتورة يلي نحن دفعناها؟ كيف بتوصف هذا المشهد؟ ما زال لك أبلشت بالإخراج الإخراج بروح شوي أشمل في حساب وفي فيلم بعد ما سكر أنا وياك في فيلم بعد ما تسكر أنا وياك من وقت الانتخبات سنت 22 قلت لي منحكي بعد الانتخبات؟ فينا نقفل الموضوع ونحكي بعد الانتخبات؟ فينا نخلص؟ شو عملوا هذي النواب اللي كنت عم بتقاتل بإيديك وبوجدانك؟ انه بدك تغير من جوه شو عملوا؟ ما عملوا؟ هلا نتيجة الانتخبات بدك تخضع له ووصل عدد معين ما انه قادر هو يغير او مكان على قدرته ما انه قادره تغير الطموحات كلها تبعنا؟ أنا بتشكرك أستاذ الجيمي انه قفلنا هلفين وعطيت نحاق بالآخر انه ما كان الى طعم الانتخبات تحت الاحتلال واكبر برهين يا اللي صار سؤالك الأول بهذه الحلقة شو صار من سبعة أكتوبر لليوم او اذا بدك من عشرة بس تحرك الوحش أو قيم الدبير من الأوكار تبعه؟ أنا برأي صار فيه تغيرات كتير على صعيد الجيو ببوليتيك على صعيد الجيو بما يخص الناس اللي عنا كان الطريق القدس زمني مغلط جنوبا شوي شرق صار الطريق القدس شمالا هادي على صعيد الجيو ببوليتيك الجيو الشباب راحوا شمالا بما يروحوا على القدس جنوبا شرقا فلوا شمالا هاو جماعتنا على صعيد البوليتيك هاو جماعة اللعين السنوار ما راحقول الله يرحمه ولا راحقول شهيد راحقول الله يغمق له هذا كلام لا فيه موضوع مسؤوليته على مسؤوليته ما عندش انسينية أنا ما عندش انسينية مع الإرهبيين على صعيد السنوار يلي ادعوا بعدين بس بلشوا يأكلوا القتلة وادعوا انه هن بدون يردوا قضية فلسطين على الطاولة من بعد ما كانوا نسينها كمان صار في تغيير على هذا المستوى وبطل حدا عن بيحكي بقضية فلسطين راحت وما راح يشوفوا بقى الدولتين وما راح يشوفوا شي من هذا هادي اذا بدك رؤية المخرج على صعيد اللي صار هاي رؤيتك ولكن يلي عم بنحكي في اليوم يلي بعده ثابت انه حل الدولتين بعده موجود التحرك العربي مبني على هذا التحرك الاساسي اللي هو وجود حل للقضية الفلسطينية انا ما يعنيني ما يعنيني اللي قال له نتنياهو باخر خطاب لقله لبدا طلع وافع على وقفة العنار انه انا فصلت حزب الله عن غزة وبالتالي هو يقول انا فصلت لبنان عن القضية الفلسطينية انا هذا هو الانتصاد الكبير لأيلي فصل لبنان عن القضية الفلسطينية وهو نتانياهو لا يستطيع أن تسجل أو إنجاز أو هدف من الأهداف الذي كان يحططه ليس صحيح ليس صحيح ماذا يستطيع أن أقوم بالأدب؟ دعني أراها بالأدب يعني طبعاً أنت كصحافة هلأ عم تحكي لغض بعض الناس شو بيقولوا؟ أنا عم بلعب عزيز هم عندهم سردية الشباب أنه طالما نتانياهو ما حقق الأهداف يلي بلش الحرب كرميلة فإذن هو خسران تعالت نعكسها تعالت نشوف شو هي الأهداف اللي هني حققواه هني قالوا بدنا نسين تغزة قالوا بدنا نسين تغزة طلع نتانياهو مبارح قاله بالعربي اللي مشاب راح ما بق فيه علاقة بين حزب الله وغزة وقال أنا بدي أتفرغ لإيران حتى بين حزب الله وإيران بدأ تأكل قتلي إيران أو ما بديش تأكل قتلي ما بعرف شو ما براح يصير من هلا وطالع مع إيران حزب الله شو بقوله نيجليجيب العربي مفاوض هيكي صار مسمعت شو اللي مخدر مخدر يعني خلص خدروه وحطوه بالبرات تلج ما بق ينفع بشي فإذن ما يعنيني أنا إنه الأهداف يلي هني حطوه وحدة الساحات عم بيقول أنا بدي أتعاطي مع إيران من يوم وطالع ما رح يكون في داولة حزب الله ما رح يكون في داولة الساحات اوكي أنا رح أقرأ من ميلتهم هني شو انتصروا إذا هني انتصروا خلونا خبروني شو صار بهذه القصة وحدة الساحات خلصت وشو صار بمساندة غزة خلصت أنا عم بحكي لغتهم أنا عم بحكي لغتهم لا بدي أقول لهم دمر لبنان ولا بدي أقول لهم دشكلف لبنان ولا بدي أحسب لهم الدشفل بشمال إسرائيل ولا الدشفل من عندنا من لبنان أنا بس بدي أحكي بالمنطق تبعهم هني بيقولوا طالما نتانياهو ما قدر حقق أهدافه بس بقدر أكد لك أنه حقق كل أهدافه نتانياهو ناكست أخبرك إيها رح أحكي بلغتهم هني شو حققوا من أهدافهم هيدا كم بدوا يوصل لحل الدولتين لا مش دولتين بدوا دولة وحدة مش دولتين يعني حتى لو أخذ الدولتين جماعة السنوار وحميز هني بدوا دولة وحدة بإسرائيل والإسرائيلية مواطنين عاديين عندهم هادي راحة فإذاً هني كمان ما قدروا حققوا أهدافهم وحزب الله يلي بدوا يحرر الإيدس بدوا يصلي بالإيدس بس كمان ما قدر حدد أهدافه إذا نتانياهو ما حدد أهدافه بيكون نتانياهو خسره إذا هني ما حددوا أهدافهم بيكونوا انتصروا بس كمان اليوم عم بيقلك يعني هذا المحور أو هذا الفريق نحن من ورا هذه الحرب رجعنا خلينا إسرائيل تلتزم بالـ 17-01 لا شو هل حكي هذا كلام باري حضرت النائب علي حسن خليل هذا لازم يكون فيه فيه بالمحكم الدولية طالع فيه قرار هذا بدأ أنا بأسف أنا بأسف أنه بعض بيطلعوا هايك ناس أول شي بأسف هني كيف إنهم عين يطلعوا بعض على التلفزيونات وبأسف ما بعرف شو ظروف الإعلاميين طب بدهم يستقبلوهم ما بعرف لاش بدي شوف السوشيل ميديا اليوم أنه ليش نحن بنا نتحمل بعد كزب ودجل لهذه الدرجة أنه شو قال على حسن خليل هلأ منتناعش قال عن 17-01 جابروا إسرائيل بالـ 17-01 إسرائيل كانت أكثر مدري كم ألف خرق من 2006 لليوم لازم إسرائيل أنه وقف الخرق هني بيعتبروا الخرق أنه كانت إسرائيل عم تطلع بالطيران تقطع عم تختصر الطريق تطلع تدرب بسوريا هذا هو الخرق شينهار خرق هكما كان في طلعات استطلاعية للإسرائيل عم بيبرو آه وقف الاستطلاع هلأ هلأ ماشي كانت الدرون هون تسمع صوته بتصير أعلى شوية بتقدر تشوفها بالمناظر هلأ صارت أعلى أكتر شوية أو في شيء أكتر أمر صناعي معي إنه بطلت بطلت أنت هلأ تحت الرئيب الإسرائيلية بطلت صارت سيادتك محفوظة هلأ بس عم بيحكي على الصعيد الإسرائيلي إنه بطلت إسرائيل خير أجوائك إسرائيل بأجوائك كل العالم بأجوائك هدا حكي فاضي نحن اللي جبرنا إنه نعمل الألف وسبعمائة وواحد حكي شو اسمه السانيورة رئيس السانيورة ايه السانيورة شو اسمه صغير فؤاد فؤاد السانيورة حكي على التليفزيون قال نحن صلنا نتلاعب إلا بكلما كمان بعد أكتر بين نتلاعب ونتسعدن هو إلا هو أول واحد تسعدن السانيورة لأنه قرار ألف وسبعمائة وواحد شغلتين عملهم السانيورة والله لا يسامحوا عليهم أول شغلة هو وليد جنبلاط ومروان إحمادي حول صاروا سيديين أبطال هلا اشتغلوا لتعطيل الفصل السابع بال بالألف وسبعمائة وواحد قالوا هادي شغلة نحن منحلة بين بعضنا من جوة هم اللي اشتغلوا شيلوا ثلاث كلمات منه قيلوا تيشيلوا ثلاث كلمات تحت الفصل السابع شيلوا تاني شغلة عملوها لما اجت المساعدات للإعمار صارت تيجي المساعدات للدولة اللبنانية لمين يعطيهم السانيورة تاعمر الجنوب يعطيهم لأمل وحزب الله وفي حدا يوم متى قالوا رح يكون التمن أغلب كتير لأنه صار بالنسبة مين موجود بالجنوب لاحظة في دولة لبنانية مهني ممثلين بالبلديات حبيبي في دولة لبنانية بالجنوب المساعدات اجت للدولة اللبنانية بتاخد المساعدات وبتنزل انت كدولة بتساعد الناس تالناس ترتفح وليك عطى المصريات لأمل وحزب الله صار بالنسبة للزالمية اللي بالجنوب هاو دي أمل وحزب الله عم بعمروله بيته هاو دي أمل وحزب الله اللي وقفوا معه بالوقت لا أمل ولا حزب الله ولا إيران عملوله شيء بال2006 لابن الجنوب الدولة اللبنانية جابت المساعدات وعطيتهم إياها تمسكتهم هذا السانيورة تمسكهم برقبة العباد وخلى الناس تقول انه هاو دي اللي ساعدوني وهاو اللي وقفوا معي هاو جريمتين لا يسامح عليهم السانيورة هلا من هونيك رايح إسرائيل قلنا طلعت بالطيران الخنادق اللي نواجدت بالجنوب كميات الأسلحة اللي نواجدت بالجنوب شو اسمه عدم مواكبة الجيش اللبناني كل ما يشترق اليوني فلانه في شي عم بصير بالجنوب مشان ما ينضبط حزب الله كل هاو دي مين مخيلة في الـ 1701 بس من بعد شو من بعد ما صار في خروقات إسرائيلية طرح حزب الله يرجع يطلع يعمل كل هادي التحصينات يا حبيبي لما بتحكي بخروقات إسرائيلية خبرني هاو دي الخروقات بدي شوف مين منهم يعني هلا أنا بسمع كتير هادي أكيد منها ديرسة إنه إسرائيل كانت تعمل خروقات من الـ 49 للـ 65 هذا شي مش مزبوط ما في شي منه هلا ها الخروقات الوهمية يلي عم بيحكوا عنها إنه تيقولوا خرقت الـ 1701 إسرائيل أنا مش يفتح حدا يفند ليها أنا بقدر شوفها وإنت بتقدر شوفها لما تطلع تخرق الأجواء إسرائيل وتضرب لبنان هي مضربة لبنان بعرف بقدر إفهم إنه كانت تطلع طلعات يمكن فاق المياه الإخليمية اللبنانية أو فاق الأراضي اللبنانية أو تخرج جدار السونشي مرة تكون طالع بدأت تضرب بسوريا كانت عم تضرب بسوريا أنا بلبنان مضربتني وراء مرة من 2006 لليوم أحب خبرك إنه كنا كتير مرتاحين وكان الجنوب عم يتعمر وكان في إزدهار واللي بدك يا آخر شي انتحر ودمروا كل يتعمر فإذن هم كانو عم بخير في 1101 أول شي بي 731 بش هم واحدون بي Own أول شي بي 1700 اذا بتروع عكامل من درجاته بيئلك الـ 1680 ضبرت الحدود أنك حسب 1680 بيئلك الـ 1559 جردت من السلاحه إلى حزب الله وجردت مشاكلة الأمام من السلاحة ما عملتوا الانتهاء فإذاً عد تحتجلي بطيارة وحتحتجلي بمزارع شبعة أنت مش شايف أنه في خطر على لبنان من إسرائيل؟ أبداً إسرائيل عدو يعني بالنصوص القانونية والدستورية إسرائيل عدو وأنت بهذه النظرية عم بتخالف حتى يعني النصوص أبداً عطيني الناس يلي بقول إسرائيل عدو قبل ما بلش يحتيك فيه نصوص عطيني الناس فيه أنون في مادة واضحة بالأنون تمنع التطبيع مادة تجارية هيدا سنت الـ 56 طالعة بشي بالأنون ما فيش غيرها كل البيانات الوزرية اللي بيطلعوا بيسمون لك إسرائيل عدو وكل الأرضات هيا بيانات وزرية خليني بلش بإتفاق الطائف إتفاق الطائف بيقول بدي أرجع على الهدن مع إسرائيل إتفاق الطائف بيقول بدي أرجع على الهدن بإسرائيل لماذا إسرائيل عدو؟ إسرائيل بالـ 75-76 ما قتلت إسرائيل؟ بالـ 75-76 فتت قتلتك إسرائيل أنت فتت دبحت فوق بأرطبة إسرائيل شو كان خاصة بالحرب بالـ 75-76 لما ولعت؟ شو كان خاصة بالـ 69 إسرائيل؟ شو كان إجرام إسرائيل أدى إلى تهجير الفلسطيني أدى إلى تهجير الفلسطيني دعونا أبدأ عشي متفقين كلهم على الهدن أنت لم تعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية ومحقة؟ أبداً إنسانية ومحقة الحياة إذا اليوم صارت فلسطين من البحر للبر وإذا صارت إسرائيل من العراق لما بعرف أين gr�يت على خوم ملبنان لغتت لك إه pong أخذ جدا إذا دقتًا بلبنان إسرائيل عدود لا تربح للمبنان إسرائيل ليس عدود ولكن كانت محتلة؟ لم somos محتلة في BE هل فارق بين واحد محتلة لك الأرض وواحد محتلة لك الح aggress بذات الفترة يلي كانت إسرائيل محتلة الأرض وعملت لك بنا تحتية كاملة بجنوب كان في حدا محتل لك القرار وعم بيسرق لك داولتك وعم بيدمرها مين المحتلة الحقيقي؟ هيدا تحليل بالسياسة لا لا مش تحليل بالسياسة هيدا متلقصت 17 أيار لحظة يا حبيبي بينسحب الجيش الإسرائيلي مقابل لحظة 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 وين كان السوري لما كان الإسرائيلي بجنوب ومين كان احتلاله فاعل أكتر الإسرائيلي ولا السوري كل واحد في المناطق اللي هو فيها كان محتل لا بس ما كان محتل للقرار بجنوب حتى الإسرائيلي ما كان محتل للقرار بجنوب أبدا حتى الإشارات لك ما عمروا مستوطنا حتى الإشارات يلي على كتاف جيش لبناني جنوبي يلي هو طالع من الجيش اللبناني هيدا جيش لبناني جنوبي اللي كان فيه هودي طالعين من الجيش اللبناني كلهم كلهم وطلعوا لفاق لا لا مش عملة بقيوا يحطوا شريط طبع الجيش اللبناني على كتافهم مش الشريط طبع الجيش الإسرائيلي هاي دي أول شغلي وهو دي الواحدين اللي حميوا جنوب على القليل يفلوا جنوب معمر مش مدمر غيروا مفل اليوم جنوب مدمر خلينا نشوف مين المحتل الحقيقي بينما كان في حدا بقلب الداخل هون محتلك مسيطر لك على قرارك ممشي لك السياسيين طبعك بالعصى بقرر أي ساعة بزيد عدد النواب وأي ساعة بيقللهم وبنقي وين هو بده إياه هون وهو بحط إنون الانتخابات اللي بده إياه وهو بطيلع اللي بده إياه وبينما الإسرائيلي كان قاعد هونيك لأنه قال لهم ما بتمضوا 17 أيار أنا بنسحب بدي خلي بفرزون لقلي بجنوب بتمضوا 17 أيار بضل فعل الدغري قاموا الشباب اختاروا ما يمضوا 17 أيار رجعوا وعمل بفرزون هو اللي عرقل 17 أيار بده كل انسحاب يعني من كامل القوات المسلحة اللبنانية هذا الشي كان صحيح قاموا الشباب 17 أيار قاموا الشباب 17 أيار داش في جنود إسرائيلية هون داش في جنود إسرائيلية هون إنه اليوم شو اللي أحلى 17 أيار ولا هلا محلم ريشو بدأ أسألك هذا السؤال بين الاتفاق الأخير يلي نحن يلي كان عرابا الرئيس بره وبين الاتفاق يلي شن حرب كرمالو الرئيس بره أو هدد به شن حرب كرمالو الرئيس بره أي أفضل؟ يعني عم بحكي بين فاعلوا مفعول به مفهمت السؤال وبدح لي أكتر بين 17 أيار يلي الرئيس بره كان مهدد يعمل حرب في حال ينمضى ليش كان مهدد عمل عمله عمله هيدا الفريق الإيراني عمل كله وبين الاتفاق يلي نحن كان عرابا الرئيس بره هلا الاتفاق الأخير بيوقف أطلق النار يعني هو 1701 هل تتخيل لبنان لو نضى 17 عيار؟ هل تتخيل لبنان أين كان اليوم؟ كيف موضوع السيادة يقول لك؟ السيادة ماذا؟ رح نقول له هونيك شغلي سوا هيا السيادة، هل تكون عندك سيادة من وقت ملتغى 17 عيار لليوم؟ وقت اللي السوري قعد 15 سنة على رأسك وقت اللي انقتل الرئيس الحريري وقت اللي الإيرانية سيطروا على البلد وقت اللي حزب الله صار يقرر وقت اللي حزب الله صار يقرر أي نهار كان عندك سيادة يلعن أبوها السيادة لك يا خيأ عيام منظمة التحرير كان الجيش الإسرائيلي الطيران الإسرائيلي كان ينرعب من المضادات الطيران اللي مشهورة من بعد النقورة لبيروت كانت ترعبن هذه المضادات اليوم شو كنت حس بالزل نعتب الأشرفية نعتب الغربية درون فقراسي نعتب ببيت الدرون فقراسي كيف ما أمشي بلبنان الدرون ما حدا أوس خرطوشي على الدرون على هيد الأمكامة ما مش شايفينه كيف مش شايفينه كيف مش شايفينه ما حدا ألف حدا مصوروه وفي حرام ناس صوروه ومدقونه هيدة مش انتهاك للسيادة وانية يدافع عن السيادة هلا وقفت السيادة على انتفاق 17 لكن يا حبيبي المنطق اليوم رايح على شيء اسمه إبراهام أكورت إتفاقية أبراهام إتفاقيات الأبراهيمية إبراهيمية لو رحنا على سبتاش عيار كنا على أولة سعيد عقل بدأت أجيه كنا نحنا بلشنا مرحلة السليم بالشرع الأوسط وكننا نحنا اليوم بدل ما نكون قاعدين ملتهيين كيف بدنا نعمر اليوم نرجع نعمر الجنوب كنا صلنا عم نحكي مش بالاي اي بالفعاليات وكيف تطور المجتمعات وكيف تعمل الحكومات المتطورة وكيف تعمل الحكومات المتطورة دعني أشعر كما أننا اليوم مواكبين إيدا ماسك اليوم يسلمون إيلون ماسك يسلمون كل التطنيات لا أعرف ما أريد أعمل ولكن على القليلة لم أكنت اليوم بالوضع الذي أنا فيه لم أكن لدي شيء أكيد كنت في وضع كثير 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 أحسن لو ضيت أنا 17 أيار بيئة الاتفاقية الأخيرة التي تم ضوقيها أمس بالحكومة اللبنانية واضح من أول بند غير المقدمة لماذا برأيك حاوله لا يضوع على مقدمة هذا الاتفاق؟ لا أعرف بالحقيقة الساس جيمي لم أكن تحبب إطلع بالإعلام كان عندي إصرار بدي شوف الورقة اللي ماضي علي يا نتنياهو ما بدي شوف غير ورقة يعني ما حدا يخبرني كثير عن جد ضاربة النصوص ضاربة الترجمات حتى هايدي المقدمة ما بعرف إذا مظبوطة أو مش مظبوطة وشو مصدرة أحد الصحفيين زميلنا نشرة على صفحته اتأكد بعدين جماعة اليوان بجنوب أفخايا أدروعي مش ذكرها بالمقدمة المقدمة اللي عم نحكي عنها أفخايا أدروعي ما ذكرها بلش من بعد منها انه متل مجاني بقى لبناني ما ذكرها يعني الإعلام متنى ولا المقدمة بشكل هيك إذا بدك ما تم تسليط الضوء عليها بشكل هيك عن 13 بند ايه بشكل هيك أنا لما لقيت عجز لما لقيت عجز جربت قارن كذا نص نعم وما رح هيحكي إلا بالأشي اللي لقيتها من الطابق قبل كذا نص إن كان نصوص جاية عن اليونيفل تبلغ وشو اللي لازمين عملا إن كان نصوص طالعة من نصحاب إسرائي وكان فيه نصوص والنصوص اللي عم تداول عنها بيئات الخلافية اليوم يحاول جمهور الثنئة أو حزب الله لأنه صار فينا اليوم من ميز من بعض حديث الحج على حسن خليل بالأمس يحاول يوصف أن هذا التطبيق يكون على منطقة جنوب الإطارة بالوقت المقدمة أو إحدى المقدمات التي نشرت واضحة أنه على كامل الأراضي لبنانية هل منع حزب الله من إعادة تكوين ترسانتو العسكرية؟ سيكون على كامل الأراضي اللبنانية أو فقط في مطقة الجنوب برعيات؟ سنكون موضوعيين بدي جاوب من ببعين أكيد أن هذا يجب أن أتحدث عنه لا أتحدث عنه أول شيء الدولة اللبنانية والرئيس برعي تحديداً لماذا قلت الرئيس؟ نبيه برعي نهاية هو رئيس مجلس قاله رئيس مجلس على حدثي قاله في 1701 أو لا قاله في 1701 وقاله في كامل بودجرجيتو ماذا تضيع وقتنا؟ ماذا كامل بودجرجيتو إلى 1701؟ ليس بيرجع إلى 1550 أو 1608؟ لماذا لدينا هذه الأسئلة برأيك؟ لا لدينا أسئلة لا لدينا أسئلة إذا تتابع اليوم النواب تتابع الأفريقاء في لبنان كل واحد يحاول يخبرك إياها بطريقة لا 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 لماذا ليس هذا الوضوح يلي حضرتك عم تتمنى؟ لا لا مش عم تتمنى، بعتذر مننا انت ما بدك تكون واضح؟ روح نطبق 1701 بعتقد عرفت عني مخرج بس ما عرفت شغلة تانية أنا بعرف حل النصوص كتير منيح وبعرف فقرة كتير منيح اسم الله لك هذه شغلتي بالآخر من ضمن اختصاصي بالأساس أنا سيناريست قبل ما أكون مخرج بدنا نقرأ أنا بتحدى أي واحد عم بيحكي إيه؟ أنا حكيت شغلة عن 1701 اتفاجة أكتار منها وما حدا بيسترجي يتبنيها تعرف لا؟ لأنه محدش بده يطعب حلو ويقرأ المادة 18 شو بتقول؟ اللي فيها شي بيشبهها بهالاتفاق الطالعن بيرح المادة 18 بتقول هذا الاتفاق هو تحضير للسلام الشامل بالمنطقة من 2006 ليش بدنا نتعجب؟ 1701 بيقلك بل ترجع على 1680 بل ترجع على اتفاق الطائف بل ترجع على 1559 واضحة ولا مش واضح بلدك كتير يحكوا فيها ما موجودين واضحين بالناس وال 1701 كل اللي عم يقولوا اليوم كلهم انه كب نتانياهو على الدولة اللبنانية على عاتق الدولة اللبنانية مش مظبوط كب على عاتق الدولة اللبنانية ال 1701 كابب على عاتق الدولة اللبنانية اليوم اذا بدك حزب الله يمكن اذا بيدعوه الى المحاكمة بيطلع براءة لأنه بال 1701 الدولة اللبنانية متعهد بواحد اتنين ثلاثة اربعة من اخلى بالاتفاق هي الدولة اللبنانية حزب الله ليس ماضي يظهر منه بشارد مرد حزب الله يعني لا يوجد مسؤولية على حزب الله يمكن إذا أنا القاضي لا أريد أن تغري على العدام إذا أنا القاضي إذا قاضي تاني بيقرية ويطريقة تانية فإذن أول باب بجيوبت منه 1701 واضح جداً كل المطلوب نقرأ وإذا نقرأ منيح ولو إنه نحاولوا شيلوا 1701 من تحت الفصل السابع إذا بتقرأ منيح بتقرأ تتعمق بمواده بتلاقي إنه لبنان هو تحت الفصل السابع ما بعرف إذا رعنا ما جاء اليوم لحكي فيه فإذا من أول باب بجيوبت فيه ما في خلاف كلهم قالوا بلني بالأفسر 1001 بقى ما يتزاكر علي ويكامل مندرجات وما يتزاكر علي حسين فضل الله وإذا هذا سلاح مقاوم أو سلاح مقاوم خلاصنا منه نهوض الخبريات وخلاصنا من رفع الأصبع وخلاصنا من الهلوسات وخلاصنا من الهبل هذا مش مسموح بقى طرح هذا الكم من الهبل على اللبنانية براح رجل أتذكر بجيش شعب مقاومة هديك الهبيل الكبير لا مش الزهير طيب أوكي أوكي بتحمل مسؤولية كلامي واحد مدمر لبنان بدي أسألك إذا بقول عنه هبيل لا بس مش بالشخص يعني أقول بدك لا 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 مش بالشخص طيب أوكي كل نواب حزب الله مش حزب الله كل يلي عم بيحكوا باللبنان بما كان ما في لوثة هبل بيروس الناس سوري ما علي أشيء بلا مني عم سهولية تحفظ 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 أوكي تحفظ خلاص وإذا هني مفكرين حيلهم إنه حملوا دمهم عكفهم نحنا شعب بيروس بنعوش شهدائه بنرقص بعد ما حدا رأس بنعوش شهدائه وغيرنا ما عليش يسمحونا فيها هني ما بيرقصوا نعوش لا لا هني بيدفنوا بطريقة تانية نحنا اللي بنرقص بنعوش شهدائنا وما عليش يسمحوه بس هني بيفتخروا بيشكل شهيد خلينا خلينا تا ما نروحش كتير بالشخصي خلينا أول باب بروح أنا فيه هو السابسة من يوحد كلهم ماتفين خلص كافة ساعدني تاني باب أنا بروح لإلك علي يلي هو موثق يلي هو موثق ما قاله نتنياهو لما طلق أعلن وقف اطلاق النار هوني أنا خي رح نختلف أنا وييك شو إيه نتنياهو رح أخد تلات نيقاط يمكن أربعة تلات نيقاط يمكن أربعة شكل سريع باسمنا خلص الوقت لا نستفيد من الوقت نتنياهو بيقول أنا وقفت اطلاق النار لأنه فصلت حزب الله عن غزة فأزان الأهداف تبع حزب الله طارت أنا وقفت اطلاق النار بدي تفضل إيران بدي تفضل إيران يعني تضرب الحية على رأسها خلص دنبة معد نافح موضوع سوريا لا لا في شيء تالت أهم شو نحنا وقفنا اطلاق النار لأنه استودعات فاضية بقش فيها سلاح نرجع نعبي شوية سلاح وزخيرة وعم بيأخرون علينا تنسرعهم مش هيك هوا مختلفين عليهم شيء هوا تلاتة تعطى نقريهم على طريقة المخرج والصحافة التقدمي لما بيقول نتنياهو أول شيء إذا تسمع نتنياهو نتنياهو عم بيبرر ليش وقف اطلاق النار في واحد بيعمل وقف اطلاق النار فإذا هذا التبرير بيقول لك أنه رح أعطيك معلومات نتنياهو مش موافق على وقف اطلاق النار إذا بتلاحظ بلش أنا بدي كفي للآخر رجع بعدين أغير لأنه كان بيجتمع قبل ما إجا على عمل المؤتمر الصحفي اجتمع برؤسة بلديات شمال إسرائيل مش موافقين اجتمع بالجيش مش موافق ولكلابيد لبيد يلي كان عم بيقوص بظهره وكل حرب غزة مش موافق على وقف اطلاق النار مع لبنان وحزب الله مع أنه حزب الله ما ارتكب قد ما ارتكبت حماس ما بعرف ليش هالغضب على حزب الله هلأ والكابنت مش موافقة ولو قيله الكابنت صوتت بس كله مش موافقة فإذا النتنياهو عم بيبر ليش عمل وقف اطلاق النار منه المؤتنعين الجميع بوقف اطلاق النار اثنين عم بيطلع تايقلك أنا هزمته لحزب الله هزمته لأنه بزيت المنطقة بحزب الله فاصلت له قضيته عن غزة ثلاثة عم بيقلك أنا في حدا عمل علي ضغط كبير خلي يتفضل يدفع الفتورة الأمريكاني لما ضغط علي وقال له عملتلك اللي بدك يا لاش ما بتوقف اطلاق النار رح اخذ هالقرار على مجلس العمل مش استعمل لك الفيتو هو طلعت يقول لشعبه يا خيه أنا وقفت اطلاق النار لأنه لا كدش في علي ضغط بس هايدي حقه ما صاري اجت الفتورة تاني ايام ب680 مليون دونار فإذا كانوا مؤخرين على السلاح طلعه هو بيعونيها شو عم تجرب تقول هلا عم تجرب تقول انه صار خيرين 6 مرات من البارح لليوم خلي يخرق حزب الله إذا هو مش موافع الاتفاق وإذا هو بدل تحافظ على السلاحه وأنا برأيي مش كتير رح تروح مش هموصل الستين يوم ما بعتقد ما بعتقد لأنه محدش قبلين بوقف اطلاق النار وخيي اللبنانية مش قبلين بوقف اطلاق النار ما نتحك عبق ما بعتقد كل كان ينادي بيدرور اطلاق النار ايا كل اذا حزب الله التزم يسلم سلاحه مثل ما هو الاتفاق وحزب الله التزم ما يرجع بقى على الحرب ويورطنا كل اللبنانية بدي وقف اطلاق النار وما بيبسطوا اللبنانية بس اللبنانية ما بدهم يوقفوا اطلاق النار ويرجع يرفع أصبعوا علي حسين فضل الله هذا اللبنانية بس هيدا الشي بده يقدملك الاسرائيلي فكرة لا ابدا بس تقولك شو عمل الاسرائيلي انا تقولك شو عمل الاسرائيلي الاسرائيلي ولنهار انا رهنت ان الاسرائيلي تعمين بدقر حيني اخر هموا الاسرائيلي الاسرائيلي بده شغلي وحدة بحرب 78 وبحرب 82 وبال2006 واليوم إسرائيل عنده هاجس واحد ولاد شمال إسرائيل بس ياخد الضمانات إنه ما حدا بيقرب سواب هاودي ما بيعمل شيء إسرائيلي آخر هم وإن شاء الله بيصير لبنان الصومال ما رح يعمل شيء إسرائيل شو اللي عم بيعملوا اليوم الإسرائيلي وتألك تنرجع بالأول قلت لي خسر الإسرائيلي إسرائيلي حاطت فيزس مراحل للعملية بيقول أول مرحلة برد خط هدا الحدود شريط الحدود الأولاني يلي كان بـ 78-82 مبارح أخذ كل المنطقة لللي طاني هيدا كانت 78-82 هاي أول مرحلة بيخدها بضرب 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 أبعطيك وقاية بضرب 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 بطل عنده نفس فوت تمشي بيومين بيخد المنطقة كلها أخذها هاي أول فيز عمل وقفة لأنار بس ما فت تمشي بلا فت تمشي 32 قتيل ماشي الحال ماشيني حارب هاي دي ولا قتيل على مسافي سفر ما نضحك على بعضنا أنا مني عم دافع عن نتانياهو بس ما بق بدي ألعب بقول الناس وكذب عن الناس معلش أول نقطة أول فيز خلص تهاينا عمل وقفة لأنار تفضل يا جيش لبناني هو مكب على الدولة اللبنانية كل هيدا الحمل وعلى الجيش اللبناني هاودي مسؤولين عنه بالـ 1701 جعروا الـ 1701 بتلاقوا كل هاودي موجودين روء اتفاقية الهدنية اللي اتفاق الطائف موفق عليها كل هاودي موجودين فإذا نتانياهو عمل هادي إذا بدك راح أراها على طريقة المخرج بما كان ما قالوا عندك شانس ترجع سيادتك أنا بفل وإنت ترجع سيادتك سيطر على الداخل هلا ما بي سيطر في فيستو مروح أبعد اللي هي للقاسمية لأنه كان بهذه الفترة للأولة للأولة كان عم بيقول اطبعوا برة الأولة هادي قراءة بعد منها الله يساعد لبنان إذا ما التزم مسؤولة مين هون مسؤولة الحكومة اللبنانية الدولة اللبنانية الدولة اللبنانية هلا هي فيها فيها مشروع مشكل بالداخل إذا عنجاد اللبنانية هادي طبع حزب الله وعندهم أخلاق هلا دغري هن بيتعاونوا مع الجيش ومع الدولة اللبنانية وبسلموا سلحاتهم وبيخلصوا شعبهم بخلصوا أرض هلا ما فيك تطلب كمان تس يعني فينا بنا ناخد شوية كمان نحتضن هذه البيئة يعني تنت شوية شوية يعني أربعين سنة سرلهم بهذه العقلية بهذا الجو بهذا التصور بهذه الحاضن الإيرانية يعني خلانا نكون منطقيين شوية بدنا نعطيهم شوية وقت للعودة إلى الداخل اللبناني هناك طريقتين نعطيهم في هذا الوقت أنا ألت كيف ألت قبل أو إلى الإمام تيسر البحر من ورائكم والبر من أمامكم يلا إلى طهران إلى الإمام أو تلبس كرافات وترجع لبناني يلي مش مقيمة كتير إنه هيني هاي فإذا الشي اللي ان بدك تحافظ علي وغيرك بده يرجع لبناني يلي هي من سابع المستحيلات هيدا أقرب مطرح لإنهم جنب مقام السيدة زينك إذا هلأ يلي طحشين من شمال سوريا خلهم مش مع تهجيرهم هيدا المنطق ما بقى يمشي معي رفع الأصابع علي ما بقى شي يمشي معي تعطيل تعطيل الدستور وتعطيل المهل الدستوري ما بقى يمشي معي إذا بدك للحقيقة إن شاء الله يكون عنده أخلاق ويسلم الدولة إن شاء الله بالدرجة الثانية الدولة يكون عنده الجرأة عن جد التزم بيلي ماضي عليه مبارح بالدرجة الثالثة هالمرة معلأ ما يطلعوا يهددونا نحنا بدينا نعمل المعركة معه هالمرة ما فيه ممنوع يعني أول سؤالك مدسى لك ما بقى تقطع معي ما بتقطع معي احترامي لحضرتك كيف يعني ما بقى تقطع معي ما بقفت لحضرتك أنا بأعطيك مثل كتير صغير بأعطيك مثل كتير صغير وعاب وقحد يحكي فيه الطيونة الطيونة إذا أحد أعرف لحديث اليوم مين اللي قوص بالطيونة ومين اللي واجه هادي الجحيفل اللي إجيت يبقى يخبرني هادي واحد اثنين يومتا طلع هو وصار معتبرني زمين يعني أنت مستعد لحرب أهلية لك شو ما كان خلص ما نعمل أنه أنا بشو عيش عيش بأحسن من حرب أهلية أنا هوني الكرامة وهوني هوني التضحية مشين السيادة أنا اليوم بكون خائن وعميل إذا ما ببلش واجه هادي الموجة هادي الموجة مش مسموح فإذا أنا عطيت ساقتي لدولتي تتصرف هو يكون عنده أخلاق أنت هيك هيك برأيك المواجهة هاكيق ماذا لكين برؤية انتخابات نيابية هاكي طب ما سمعني شوية مع اعترامة وكل محبتي وتقدير الأستاذ شارل الشارتوني كيف تكون تواجه إذا أستاذ شارل اللي بتحكي أنت وياه نفس الحديث تقريبا تقريبا ليك وين صار عند أول تهديد أو هو اعتبره التهديد عند أول طلب أنه ينزل يخضع على تحقيق بس خليني وضح لحضرتك وللجمهور نعم استاذ شارل الشارتوني في نهار سكر المطار كان وقت تيارته استاذ شارل الشارتوني بعلم بأمريكا بعلم بجامعة جورجتاون كان طالع عنده تعليم بأمريكا يوم متى سكر المطار او صار شي اخذوا احتياتين سكروا المطار بس انه شارل شارل للعبقرة ما عادش عارف كيف يغير التيكت واذا يزعب يشتري ضاعت القصة مع شارل شارل كان مسافر هذا اول شغلة يعني ما سافر من وردته لا 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 هو شارل كان فالل هايدي واحد اثنين وعنده استحاب بدي روح يعلم هو قال انه انا فلات منه ايه بس كيف فل لما استدعيه عادنا وحطينا كل السيناريوات وشو احتمال يتوقف وشو احتمال مشو يتوقف بس تأكد انه كل الناس كل الناس اكدت له لشارل انه ان بدك تتوقف هون ساعتها بيكون غابي شارل شارل شارتوني اذا عم بيقى قدوله بدك تتوقف والبلد مش عارف اذا راي على واقف اطلع نار ولا على انفجار كبير اذا راح البلد على انفجار كبير حدا عم بيحكي برياد سليمي بيصير شارل جواه ما حدا بقى بيحكي فيه زالمي عمره وفاق السبعين سنة صار ونحن ما منقبل شخص متل شارل شارل شارتوني ينهن هايكي اعتباطيا بالوقت بالوقت يلي اذا منشوف البقية ما بحب يسميون شو عم بيحكوا ما بيتعالى يعني صار فيه عدالة بميكيالين فهون لما اصطردنا كل شي بيّن كل الناس عم بتقول انه شارل بده يتوقف نهار الثالثة بالاخر شو عم بيحكي شارل هرب لا باسبوره مره على من العام وظهر من لبنان وما كانش فيه عليه بحث التحرير ما كانش عليه رايح الزلمة خلي روح يعلم بامريكا من انه يقعد هون بالحبس السيد يوسف الخوري هل من ريهان على كتلة الرئيس مره وعلى الرئيس مره بالمرحلة المقبلية يعني كان واضح مبارح كلام علي حسن خليل انه بيرفض انه بلبنان لا اعداء ولا خصوم ولا خوانة رافض المنطق التخوين والاستقوى تجاه الاخر مبالا 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 هني عملا وخائنين هني وحزب الله عملا وخائنين ما عليش اسمح لنا فيها مش ساعة اللي بده بيخونني وبس يوقع هو بصيره هو عم يرفض هيدا الكلام ليه انت عم تقال لا كيف وكيف كان عم بيعملني شو انا جاي من الملفوفة كيف كان عم بيعملني قبل شارل بس هيدا الكلام كان نوجه لمحمد راعد ولكن بارح قبل وقف اطلق النار اسرائيل عم بتلبط فيهم وهني عم بيهددونا بس بس خلي ينزل من الطيارة الاسرائيلي تنفرجيكم شو ما نعمل فيه ولكن بارح من شهر من شهر شو كان بقينا عشر تشهر بدنا نحاول نشوف راح نقوله يا اخي رئيس حزب الكتائب رئيس حزب الكتائب خيفين على امنه مني الخيفين عمنه مني مش عم بيستقبلني خيفين على امنه مني رئيس حزب الكتائب يعني التسوية اليوم كانت اكبر من النون؟ اكبر من كل العالم واكبر من كل لبنان هي اللي لجميتهم برأيان؟ ما بعرف اذا لجميتهم او ما لجميتهم لجميتهم مع اسرائيل بدون يتمرجلوا علينا هذا مش مسموح يصير على الدولة اللبنانية انت حمينها كيف تبلش الدولة اللبنانية تلعب دورة بانتخاب رئيس للجمهورية اليوم؟ كنت عم بتقلي عن كل هذا المجلس النيابي انا مش مقامر فيه مش بس السنائي بس طبعا بتفاوت بتفاوت تنرجع حديثنا يلي من سنتين مش رح تنسيلي هلا بما يتعلق بموضوع رئيس جمهورية لا شو اللي لا؟ كمان هدا المجلس النيابي انتخب رئيس جمهورية بيجيبولي اياهم معلبين كل مرة بصيروا يطيلعوا لي اياهم شو الموارني رانب بصير يطيلعهم من تحت ايدنا بيبري مفيش موارني غيرهم هننا عاملين بحالهم هيك حبيبي البلد لا يزال محتل واليوم اذا بيجي رئيس جمهورية من قبل هذا المجلس النيابي يلي انتخب تحت الاحتلال ما رح يكون احسن من غيره يا بده يحترق بده يحترق وما رح يعمل شي رح يرجع يصير رهينة الاحتلال اليوم ما بتخلص بلا غالب ومغلوب في واحد بده يخسر انا ما بيقبل يشارك بانتخاب رئيس جمهورية هاودي الناس طب حزب الله هاودي لا بس انت هيك عم تلغي طايفي عم تلغي ممثلي طايفي لا بعتذر منك ما عم بلغي طايفي ابدا عم بلغي حزب خان لبنان وبكرة بضحك اذا عنجد وقف نتنياهو بكونوا اكبر عملا لنتنياهو اوف يعني مراهن انه اذا وقف نتنياهو ورجعوا استقوى علينا بكونوا اكبر عملا لنتنياهو احنا كنا شاكين فيها من الالفين وستي لمبارح هالقد حقه هادا ممنوع يشارك بانتخاب رئيس جمهورية ورئيس جمهورية ماروني وانا كماروني خيه خدوا مين بدوا ياخد هايدي رئيس الجمهورية بس ما ينتخب لي ماروني واحد من هاودي العملا والخواني نموارني اكبر من هيك قائد الجيش شو شو رأيك؟ مش سامع ولا مرة حكي مش سامع ولا مرة حكي خيه ما بقت تعملي كليشيات في تلات عيادة جيش اجو ما بدي ايش يصاب جوسيف عون عم بيتحمل ما فيه الكثير في رئيس ميشيل عون رئيس ايميلا حود ورئيس ميشيل اسلامين بشرفة كلهم مثل بعض لا مش مثل بعض بس ما يكونوا ابدعوا كلهم لأ بس الرئيس انه فؤاد شاب انا مش شايفه مبدع خيه تجربتنا مع العسكر مش منيحة بهذا البلد اعترفوا بس انت عم تطلب شي مستحيل انا ما بدي اقول رجل مؤسسات ورجل دولة اكيد اكيد انا ما بدي حمل هاودي الزباط قبل لجوزيف عون بس انا اي انسان عنده عقل ومنطق انه ليش كل مرة بدي ينجحوا ياخدوني على العسكر جوزيف عون قبل ما اقول اذا بيسوا او ما بيسوا بديوا يعرف جوزيف عون انه هو وارت ثلاث قوات جيش عملوا رؤاسة جمهورية فاشلين ثلاثتهم فاشلين فاليوم جوزيف عون بياخد الارث خيبه فيش مواري بقى الا العسكر هذا المرحلة بس يمكن تستدعي رجل عسكري كل مرة كانوا يخبرونا كل مرة كانوا يخبرونا زيت الخبرية المرحلة تستدعي عسكري مين ببرشة الى رياسة الجمهورية مبرشة حدا هذا المجلس ما بيقبل ينتخد حدا لا بيكيركي ابدا 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 بكيركي جيش انا شو بديو يعمل بديو يحرمني يحرمني الموقف اللي عم تطلع من ناس قاعدة بقلب بكيركي لا تشرفني خليه خيهو حزب الله لكن ليس ضروري أن تقول إن صارت حزب الله ماذا حزب الله؟ مرة الماضية قلت الحركة الوطنية تقطع بياناتها تشبه بيانات حزب الله و مرة الماضية قلت حركة ماذا يقطع معك؟ حركة وطنية مستقبل المسيحيين بالبلد كيف تلاقي؟ مستقبل المسيحيين بالمنطقة إذا فعلا الدنيا رايحة على إبراهام أكوتس نوع من المسيحيين بالمنطقة فيه دولة المسيحية مين بدو يلعب الدولة المسيحية بالإبراهام أكوتس بعد مسيحية ستحرك مبالغة بليبنان لكن ليس لهين فارغة المرشحين بلندة الرئيسة الجمهورية فيه عندنا شخصيات خيئة أهم من هكذا كثير المسيحية في لبنان المسيحية في لبنان عنده دار ما بعرف إذا عمل الروح القدس واجال شيء اسمه إبراهام أكوتس بدو يهود وإسلام ومسيحية كل ما ذكر المسيحية الأكراد في آخر حديث سنة لكن هناك حديث لوزير متطرف يهودي بآخر حديث له يتحدث عن تحالف درزة كردة يهودي هناك حزبين متطرفين بإسرائيل هذين يرون إسرائيل الكبرى هذين مهلوسين مثل جماعتنا هذين حزب الله هون هذين يتحدثون لكن هناك دولة تلجمهم بالآخر هناك شعب يتعرف ينتخب يرسوا ويعطيهم ثلاثة أو أربعة نواب بالكنيسة هؤلاء تخلصت هؤلاء نحن فاتوا وحتلوا المجلس وحتلوا قرار البلد وحتلوا مفاصل البلد أنا أريد أن أشكرك على هذه الحلقة مع أنه كانت حلقة نورية وفي عدة أمور من التصريح التي تحفظ عليها تحفظ عليها صراحة وتتحمل حظتك مصوريتها ولكن أريد أن أرحب فيك وشكرا لك المخرج خلص الوقت المخرج يوسف الخوري أريد أن أشكرك شكرا لك وأهلا وسهلا فيك شكرا لكم وبعتذر إذا عملت لكم إزعاج لا أنا متحفظ عنك شكرا لك وشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة ونلتقى لكم الأسبوع المقبل إزعاج